أما الاتحاد الدولي لقوة قدم فيفا فأرسل خطاب رسمي للنادي المصري البورسعيدي قال له خلاص أغلقنا ملف مستحقات معين الشعباني وقفل القصة بتاعة إيقاف القيدة اللي كانت موجودة على النادي المصري حلو أن المشكلة تتحل وحلو أن الأزمة تخلص المصري هو بيعمل فريق محترم وفريق كبير عشان يرجع تاني واحد من الفرق الكبيرة في الدولي الممتاز ميبقاش عنده أزمات من النوع دوت وانا متأكد المستحقات ما كانتش كبيرة وان الشعباني واحد من أهم المديرين الفنيين المحترمين في القرى الأفريقية اسمه كبير واسمه رائع جدا وما كانتش موفق يمكن مع المصري ربما لظروف كثيرة جدا بس انت بتتكلم فيه 226 ألف لار أنا أعتقد أنه الأمور سهلة بالنسبة لنادي المصري وسط الصفقات العديدة والكبيرة اللي بيعملها المصري المصري ضخ كثير كثير من الأموال في سوق الانتقالات هذا الموسم عشان يعمل فريق جديد وفريق محترم بقيدة كابتن إهاب جلال